بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة تدعي نظرية التطور أن هناك أعضاء لا عمل لها في كثير من الكائنات الحية مثل الإنسان مثلا مثل الزائدة الدودية سميت بالزائدة الدودية لأنها بقايا تطورية كان لها عمل عند أسلاف البشر كما يدعون ثم نتيجة التطور بقي هذا الجزء لا عمل له هل هذا الكلام صحيح؟ دعوني أتأمل معكم ماذا كشف العلماء مؤخرا الدراسة قامت بها جامعة أريزونا عام 2017 ووجدت أن الزائدة الدودية لها عمل مهم جدا في النظام المناعي للإنسان يقول البحث إن الأرانب لها زائدة دودية بينما القطط والكلاب ليس لها زائدة ووجدوا أيضا أن الإنسان الذي أزال الزائدة يأخذ وقتا أطول للتعافي من بعض الأمراض سبحان الله إذن أيها الأحباء العلم يثبت أنه لا بقايا تطورية وليس هناك أعضاء خلقت عبثا كما يدعون ليبرروا أن الإنسان خلق عبثا وأنه لا يوجد بعث ولا حساب ولا إله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله تعالى ماذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق